جاء المؤتمر والمعرض الدولي للإثثمار والتوكيلات التجارية بالمصر والشرق الأوسط بيزنيكس 2021 في نسخته الرابعة ليقدم لأول مرة في مصر فكرة الفرانشايز أو حق الامتياز التجاري في مجال العقارات وذلك بالتزامن مع الطفرة التي أشهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة كل البنكر في العالم كله تنتشر عن تريفرانشايزنج نحن كنا موقفين هذا الموضوع في مصر لأسباب عديدة ولكن قررنا دوقتي نفتح ونتوقع أنه سيكون فيه أكثر من 60 مكتب في خلال 2020 بإذن الله يعتبر حق الامتياز التجاري أحد وسائل التثمارات الآمنة حيث يحصل المستثمر على حق استخدام العلامة التجارية وتقديم السلع والخدمات طبقا لشروط التعاقد وتقدر التثماراته في مصر بنحو 170 مليار جنيه الفرانشايز الدولي في مصر حوالي 58% الفرانشايز المحلي حوالي 42% بيعتبر من أدوات الاستثمار الآمنة لأنه كان أخذ دراسة في أمريكا عن مشروعات الفرانشايز وجدوا أنها بتستمر وبتحقق نجاحات غير المشروعات الأخرى لغير فرانشايز لأن المشروعات هذه تبقى مجربة ولها أدواتها التسويقية المؤتمر يهدف لتقديم فرص متكاملة في التوسع والاتثمار وتبادل الخبرات للمستثمرين ورواد الأعمال مع تواجد العديد من الخدمات وبداء التمويل والتسهيلات الحكومية عملنا شكل متكامل لأركان البزنس لأي رواد أعمال لأي مستثمر عايز يجي بيدور على فرصة بيدور على مشروع مشاريع موجودة فرص الاستثمار النكحة موجودة وحية على أرض الواقع هذه النوعية من المؤتمرات والمنتديات بتبقى إضافة كبيرة وفرصة للتعريف الناس عن ما يحدث داخل أرواقة الدولة المصرية وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة معدلات النمو ومجموعة من المؤشرات الاقتصادية على هامش المؤتمر يتم تنظيم مصابقة معرض بيزنيكس الدولية لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة للشباب حيث تقوم إدارة المعرض بتقديم أشكال متعددة لدعم المشروع الفائز هو معرض يجمع المتثمرين ورواد الأعمال مع فرص متعددة للإثثمار في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط كما يقدم فرصة لتبادل الخبرات مع المتخصصين في مختلف المجالات من خلال مؤتمر مصر للأعمال من حبيب قناة الغد القاهرة